قناة الزواو الزراعية مرشدك لزراعة أفضل اشترك ليصلك كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم إن شاء الله النهاردة في الفيديو عن النماتودة وهنتكلم عن النماتودة بشكل عام وسوف نخص العنب في فيديوهات لاحقة هنتكلم في شرح وفي مبسط عن النماتودة العنب ولا عدة أنواع تصيب العنب إن شاء الله هنتكلم عن كل نوع بمفرده أما في هذا الفيديو هنتكلم عن وصف النماتودة وصفتها والأسباب التي تساعد على انتشارها وملاحظات تخص النماتودة وعراض الإصابة بشكل عام وصف النماتودة هي ديدان خيطية ثوبانية أسطوانية الشكل لا ترى بالعين المجردة أي مجهرية وهي حيوانات لافقارية بدائية وهي وساعة الانتشار وتصيب الكثير من المحاصيل وتسبب تقرحات وأورام الجزور وقد تصيب السقان والثمار وعموما الصفات العامة للنماتودة 1- ديدان مجهرية والجسم غير مقسم لحلقات 2- تصيب الجزور بشكل أساسي في النبات وتتغذى عن طريق انتصاص عصارة الخلية 3- تعيش في التربة أو في داخل أنسجة النباتية 4- تسبب تدهور الأشجار ونقص المحصول وعادة ما يكون ذلك بشكل غير منتظم بالنسبة للأشجار 5- عدم انتظام الإصابة يكون مرتبط باختلاف قوان التربة وتركيبها ما هي الظروف المناسبة لانتشار النماتودة؟ 1- درجات الحرارة المناسبة هي ما بين 23 وحتى 28 درجة مئوية حيث يتوقف نشاط النماتودة عند حرارة أقل من 9 مئوية وفوق 40 مئوية 2- ازداد نشاط النماتودة مع الرطوبة المناسبة لنمو عائل حيث في الرطوبة العالية أو الغمر بالماء تفقد النماتودة القدرة على الإصابة والحركة وكذلك أيضا مع انقفاض الرطوبة أو في حالات الجفاف 3- ازداد نشاط الديدان النماتودة وكذلك التكاثر في التربة الخفيفة أو خفيفة القوام ذات المسام الكبيرة وتقل هذه المعدلات في الأراضي الثقيلة حيث تقل مسام التربة الأمر الذي يعيق الحركة والانتشار 4- الشتلات المصابة 5- السماد البلدي الغير متحلل والمصاب الأسباب التي تساعد على انتشار النماتودة 1- الوسط القلوي حيث تعيش النماتودة في الوسط القلوي لذا يحضر استخدام الأسمدة الكيموية وخاصة اليوريا والنطرات 2- زرات المحصول أكثر من مرة في نفس المكان 3- استخدام السماد البلدي الغير متحلل والذي يحتمل أن يكون يحتوي على النماتودة 4- استخدام شتلات مصابة بالنماتودة 5- عدم المقاومة الجماعية حيث أن النماتودة لا تظل في مكان ثابت وتنتقل 6- عدم تعقيم الأدوات الزراعية والتي تلعب دور في نقل الإصابة من مكان لآخر دلوقتي أن أعرض لحضراتكم ملاحظات تخص النماتودة 1- يبدأ نشاط النماتودة في العنب من شهر مارس حتى نهاية نوفمبر 2- تقضي كل أنواع النماتودة حياتها في التربة ويعيش العديد منها حر يتغذى على أسطح الجزور والسيقان النامية تحت سطح التربة 3- تنتشر نماتودة في الطبقة السطحية من التربة بعمق تراوح من 1 إلى 15 سنط أما عن أعراض الإصابة بالنماتودة بشكل عام أولا أعراض على المجموع الخضري 1- نقص النمو الخضري 2- حدوث ذبول وتقزم في النباتات 3- اسفرار أوراق النبات 4- نقص محصول في الكمية والجودة 5- يصاحب الإصابة بالنماتودة حدوث بعض الأمراض الفيروسية مثل فيروس التفاف الأوراق وفيروس المزايك الأصفر هذه الإصابة مرتبطة بوجود النماتودة 6- ظهور تبقعات على الأوراق وتشوه الأوراق مع شدة الإصابة 7- موت البراعم والقمم النمية فيما يعرف بظاهرة النباتات العمياء كما يحدث في الفرولة والقطن والجوافة 8- تجاعد والتباء الأوراق والسيقان ويحدث تبقع وتقرح في الأوراق 8- ثانيا عراض الإصابة على الجزور 1- خدوث ثقرحات على الجزور نتيجة تغذية النماتودة على خلايا البشرة وتموت هذه الخلايا وتتكون جروح مفتوحة تكون عرضة للتلوث ببعض الفطريات والبكتيريا المحدثة للعفان 9- تعقد القذور وهذا العرض له نوع نماتودة يعرف باسم نماتودة تعقد القذور وسنقوم بعرضه في فيديو لاحق إن شاء الله بالتفصيل 3- تعفن القذور نتيجة لموت الخلايا السطحية للجزور وتطفل بعض الفطريات والبكتيريا عليها 4- تغير لون القذور نتيجة التغذية على خلايا البشرة إلى اللون البني 5- حدوث تفريعات جزرية زائدة ويحدث نتيجة الإصابة بالنماتودة نشاط عالي للمجموع الجزري وتكون الجزور الجانبية وتكون جزور جانبية بجوار منطقة الإصابة والتي تصاب أطرافها من جديد ويتكون مثل تلك الحالة وينتج عن ذلك تكون عدد كبير من الجزور الجانبية 6- تلف القمم النمية للجزور 7- نتيجة لتغذية النماتودة على قمم النمية للجزور 8- فتوقف نموها وتغير لونها إلى اللون البني 9- وتغير شكل الجذور من تقذم وتجاعد والتواء الجزور الجانبية 9- وكذلك الجزر الأصلي 10- إن شاء الله في الفيديو القادم 11- نتكلم عن العامل التي تحد من انتشار النماتودة 12- وطرق المقاومة وطرق المكافحة 12- في حالة وجود الإصابة 12- وكمان هنستعرض الأمراض المصحبة للإصابة بالنماتودة 13- تابعونا 14- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 14- قناة الزواب الزراعية 15- مرشدك لزراعة أفضل 16- اشترك ليصلك كل جديد 16- اشترك ليصلك كل جديد